خرمناي يقول على حزب الله اللي يخضع أمام الهجمات الإسرائيلية لازم يكمل أدري بيش يكمل سواء نصهم عميان النص قطعوا ديهم وشالوا وخصاويهم بيش يستغنون الآن قضى هسا هاي الضربات الأخيرة قضت على كل القيادة ما بقت ولا واحد بقى بس حسنو وكربل قاعد ويقول خرمناي أن إيران لن تغير نهجها وسياسته إزين أنتوا دولي مورطوهم يعني إحنا نحكي إحنا عارفين بالوضع إحنا عارفين أن دولي ما يشاركون ومن زمان قالوا إحنا ما نشارك إحنا ناس أمريكا جابتنا قال لنا يا با استخدموا دولي زمايل استخدموهم لا تدخلون إنتوا ويقول المقاومة تكبدت خسائر يعني هي المشكلة إنتوا ليش ما تنتبهون على نفسكم الآن هذا اللي يتحدث هذا قاعد بإيهان متونيس بإيداها العظمة هذا اللي قاعد يحكيه يعني ما العلاقة بيكم لا هو داخل بالحرب ولا شيء واحد متونيس جاي يباو عليكم وتدمرون عسا هم يقل يقول المقاومة تكبدت خسائر ولكنها المنتصرة وين المنتصر الآن دمروهم الدم المنتصرة في النهاية والكيان الصيوني يقتل المدنيين والأبرياء ماذا تريدون أنتوا لعادة تشي تريدون ليش ياب يقتل الأبرياء المدنيين يقول لي أنه مهزوم بالفعل أنت ش تريد أنت تريد تقتل هذول الأبرياء حتى ترتاح قلبك المجوسي يرتاح يقول العدو لا يتجرع على مهاجمة أراضين أكيد لأنه عندكم اتفاق بالسبب شنو؟ صمود شعبنا لكنه يمارس العداء بشكل آخر بالحشي غير بالحشي كل شي ما يسوي أنت تحشون عليهم هم يحشون عليك هم يتفقين يحشوا أنا نحشي بس خلي هذول الحمير هم اللي يروحون ينقتلون يتدمر بلدانهم بلدانهم اتدمرت إيران كل شي ما بي اشتركوا في القناة